اشتركوا في القناة وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي رح يضل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة التسعة واربع واربعين دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل والقمر لما بصير في برج الميزان عادة جميع الابراج في هاي الفترة يعني بتتأثر بشكل عاطفي اكثر فهي افضل فترة عاطفية لتعزيز اوصار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر ومن ميل الاسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا ايضا اقامة حفلة او اعادة تزيين البيت او المكتب او اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا مجموعة زوايا ما زالت مأثرة اول زاوية هي زاوية تثليث منفصلة بين عطارد وبين المريخ وحكينا يوم امس انه هاي تأثيراتها لغاية يوم تسعة تسعة بيسود شعور عام بالويام فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبتعزز العلاقات خصوصا مع الاحبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث ايجابية بين المريخ وبين المشتري وتأثيراتها لغاية يوم خمس تسعة طبعا هاي بتخلق جوم من التسامح وممكن انه نتسامح مع الاشخاص اللي بيخطئوا ويخطئوا بحقنا ومن مديد العون لالهم وكمان بتدفعنا للتراجع عن بعض الاخطاء اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الخطيرة اللي نبهنا منها بالايام الماضية هي تأثيراتها اليوم اخر يوم لالها هي زاوية التقابل السلبية اللي بين الزهرة وبين زحل وحكينا انه هاي زاوية بتنقطع من بسببها بعض العلاقات العاطفية الضعيفة لغير رجعة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية الخطيرة جدا جدا اللي بين الشمس وبين المريخ وطبعا هاي حكينا انه تأثيراتها لغاية يوم اربعة تسعة والشمس لها علاقة بالقوة والعظمة والاشياء الضخمة والمريخ له علاقة بالنيران واله علاقة بالتقلبات واله بالاشياء العنيفة فلما بصير هدولة الزاويتين بشكل زاوية سلبية بترتفع من خلال هواتيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة وبسود جو من التوتر والعدوانية في هاي الفترة يجب الحذر عند التعامل مع الاخرين لانه اي كلمة بتكون غير محسوبة ممكن انها تأخذ على محمل مغاير وتدخلنا بمواجهات احنا بغناء عنها اما بالنسبة لدوليا فهي بتدل على ان حكومة ما في دول ما بتميل لممارسة سياسة قمعية لفرض نفوذها وسطوتها وبتدل كذلك على زدياد اعمال العنف والعدوان وكذلك اضرابات في قطاع الصناعة او قطاع الصحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي برضو من الزوايا الخطيرة وهي زاوية تربيع سلبية منفصلة وهي بين زحل وبين اورانس وحكينا ان تأثيراتها هاي طويلة شوي لغاية 16-11 هي اللي بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبتدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في حكومة ما ولكن الاهم من هذا كله انها هاي بتدل على تقلبات مناخية حادة جدا يمكن لاحظتوا وسمعتوا اخبار في الايام الماضية حوادث الها علاقة بالطبيعة مدمرة كالعواصف والزلازل والامطار والاشياء المفاجئة حتى الامور اللي الها علاقة بالطائرات وحوادث السك الحديد برضو بتأثر عليها وبتدل كذلك على اضرابات واشتباكات مع سلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة من الزوايا البطيئة وطبعا ما في زوايا سريعة اليوم مع القمر لانه يعتبر القمر زي احنا منسميه قمر محترق لانه ما بشكل زوايا الا زوايا منفصلة فالزاوية الاخيرة هي زاوية التزديس منفصلة ايجابية بين نيبتون وبين بلوتو وتأثيراتها لغاية يوم اثنين تسعة وهي اللي بتسبب عودة وضعية قديمة او شخص قديم او شيء قديم برجع بظهرها على الساحة وهذا الشيء بيدعم من وضعنا اكثر فاكثر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية الكلا والحالب والمثانة البولية الاوردة والجلد كعضو لللمس عشان هيك الجلد ما بننصح بعمليات التجميل او اي شيء لمعالجة البشرة في خلال هدول اليومين البنكرياس برضو الانسولين اسفل الظهر والزائد الدودية بالنسبة للعمليات الجراحية يوصى باجراء العمليات الجراحية ما في اي مشاكل خلال هذا اليوم ولكن دون الاعضاء اللي ذكرناها قبل قليل مناسبة الى امور التجميل ولكن دون الحقن دون الجراحة ممكن تنظيف بشرة حتى بما ان الجلد في اكثر اوج حساسيته والزهرة بتشكل زوايا فانا بالنسبة لي يعني فلكيا هم بقولوا مناسبة للتجميل ولكن بالنسبة لي ما بقتنع لانه كل المعطيات بالدل على انه هاي الفترة غير مناسبة لعمليات التجميل كمان هذا اليوم لا يصلح لازالة الشعر الزائد ممكن يعمل التهابات او تحسس او امور الها علاقة بالجلد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الميزان خلو المسار القادم راح يكون طبعا يوم واحد وثلاثين ثمانية راح يكون في تمام الساعة ثمانية وثلاثة واربعين دقيقة صباحا الهيوم الاربعاء وبيستمر حتى تمام الساعة خمس وعشر دقائق مساء يعني منعتبر طول النهار في الناقل ومسار لا يستقر القمر بعدها في برج العقرب اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره ثلاث ايام في تمام الساعة ستة وتسعة عشر دقيقة صباحا بصير عمره اربع ايام نسبة الاضاءة بتصير خمسة عشر في المية يعني اصبح منظور او بتقدروا تشاهدوه اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم ثلاث وعشرين تسعة طبعا منتحسي بنسبة عشر في المية القمر في الميزان حتى يوم واحد وثلاثين ثمانية سعيد الان بنسبة ستين في المية ولكن في ساعات الظهر بتنزل السعادة الى خمسة عشر في المية وبترجع في ساعات المساء بترتفع لغاية ستين في المية عطارد في الميزان حتى يوم تسعة عشر الان هو منتحس بنسبة عشرة في المية ولكن في ساعات المساء المتأخرة بصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الاسد حتى يوم خمسة تسعة منتحس بنسبة أربعين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثين عشرة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين عشرة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا يوم جيد لتعزيز الشراكات سواء شراكات عمل شراكات عاطفة والتحاور والنقاش والتقرب والمسالمة بدون مشاكل لأن القمر عادة لما بيكون مقابلك تماما فهو ما بشير لا لتفاهم ولا لهدوء ولا لود لأن طاقتك بيكون ضعيفة فممكن تتعقد بعض الأمور وتطرأ بعض البلبلة خلال هذا اليوم فبدأك تكون حذر عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيعة والدعاوة القانونية لأنها مش لمصلحتك وخصمك في هاي الفترة بيكون قوي لأن طاقتك انت ضعيفة والعرقيل بتستفزك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر صار موجود في البيت السادس فعشان هيك جيد لأمور العمل رغم انه ممكن يتراكم العمل عندكم اكثر من الشيء الطبيعي وممكن انكم ما تجدوا وقت حتى لا انجاز بعض العمال فتضطروا للعمل ساعات اضافية ممكن تجدوا تعاون اليوم من بعض الزملاء ولكن بدون ما يكون فيه تماس او مشاكل ما بينكم وبينهم مارسوا حاولوا انكم تمارسوا نشاط بدني للمحافظة على لا ينقدكم وتعطوا حالكم شوية نشاط وخصوصا انه القمر بدأ في مراحل المقابلة برضو انجزوا اعمالكم بشكل فردي ما تحاول انك تربك حالك باكثر من عمل في نفس الوقت لانه راح تتزامن الواجبات وتصعب وممكن تضطر زي ما حكينا لعمل وقت اضافي فعشان هيك بدك برضو تنتبه للامور الصحية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بتشتد رغبتكم بشكل كبير في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم وتطوير علاقة ما بينكم بين الاحبة وخصوصا ممكن مع الابناء مع الاحد الوالدين وبتفيدك في خلال فترة هاي الاتصالات واللقاءات برضو بتقدر تمارس هواية معينة لطف الاجواء وحاول انك ترجع العلاقات لطبيعتها الفترة هاي اللي هو اليوم وبكرة بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن انك تحل بعض المسائل العالقة او اللي كانت مستحيلة في الايام الماضية تعتبر فترة ايجابية ودعملة اليك بقوة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتحتل الامور البيتية والعائلية القسط الاكبر من تفكيركم التركيز كله على البيت على العائلة على المناسبات الاجتماعية على مشكلة معينة عطل معين له علاقة بالبيت او بشيء بتعلق بالبيت جيد الفترة هاي لاستعجار بيت او تنقيل ترحيل بيع اثاث بيع عقار معين وبوسعك التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة اهم شنك تتجنبوا توبيخ الاحبة او لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية او شخصية حاول انك تواجه الامر الواقع بمنطق وحاول ايجاد تسويات تحمي حقوقك اهم شي انك ما تفرض رأيك على الاحبة فترة مناسبة برضو لامور الها علاقة بالسفر والتنقلات والاستثمار برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا نشاطه عالي جدا وطاقتكم عالي جدا خلال هذا اليوم بالاتصالات والتنقلات والحوارات النقاشات الدراسة والسفر بكامل انواعها الاهتمام بالسيارات او بالاجهزة الالكترونية بوسع كل يوم اجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع اخ او جار وبتكثر عندكم النشاطات حسب حق الاختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك اهم شي انك يعني ما تتردد بالتحرك فترة ممتازة وعندك قدرة على الاغناع عالية جدا برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الاغلب او بيكون على الاغلب من عمل اضافي او مستردات هبات هدية دعم جائزة يعني من هذا النوع اهم شي انك ما تتقرب ما تتهرب من تقديم المساعدة لقاريب او حبيب وما تبالغ بمصاريفك بدك تكون معتدل وموضوعي في النقاش في المساومة بطريقة الحوار بطريقة كيف انت تقنع الطرف الاخر لتحصل منه الاشياء اللي انت بترغبها بتهتم بشكل مباشر خلال هذا اليوم للامور المالية او الامور الاستشفائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم فترة افضل بكثير من الايام الماضية وخصوصا رغم انه الشمس موجود في بيت متاعبك الا انه شوي الطف بما انه القمر صار موجود عندك فهاي فترة افضل من الايام الماضية بتعدلكم ثقتكم بانفسكم بتنجحوا بالدفاع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد بتستعيد حماستك وبتنهمك بادخال تعديلات او تغييرات على روتينك او على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن انها تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتكون تنتبهوا لانه القمر صار موجود في بيت المتاعب عندكم معناته بدو شكل ضغط عليكم خلال اليومين هدول اليوم ولغاية بكرة المساء فبتتراجع صحتكم وبينتابكم شعور بالتعب او الملل او خيبات الامل اهمش انكم تخلدوا للراحة وحاولوا فقط انجاز ما بوسعكم من عمل عاجل اهمش انكم ما توقعوا على عقد ما تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حاولوا انكم تحللوا الامور بهدوء وبتعدوا عن الاضواء وحاولوا انكم ما تقرروا على شيء مهم وضروري في الفترة هاي عشان ما تخيب امالكم وحاضروا من البلبلة والالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتتركز عندكم الامور كلها على العلاقات الاجتماعية والمكاسب الاجتماعية او من خلال علاقاتكم الاجتماعية اليوم تسعدوا من لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم منكم اشخاص ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفل او مناسبة سعيدة وبتقدروا تبادروا لملاقات الاخرين في منتصف الطريق ابي اطمئن بالك لانه ممكن اليوم تجد حليف يدعم تصوراتك اهمش انك ما تستسلم بل كرر المحاولة في كل المجالات ممكن اليوم تستعين بصديق او بعض المعارف يكونوا واسطة او يدعموك في مسألة معينة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يوم جيد للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا بادخال تغيير على طبيعة عملهم برضو اليوم بينتبهلكوا المسؤولون او ممكن يصير في حوار او نقاش ما بينكوا بنهم هحاولوا انكم تمسكوا عصابكم بدون مشاكل اذا انجزتوا اعمالكم بشكل جيد او اتممتوا المطلوب منكم فرح يقدروا جهودكم ابتتسلط عليكم الاضواء خلال هذا اليوم وممكن تخضع لعدة تجارب مهمة اهمش انك ما تضعف وما تجازف بسمعتك لانه القمر في بيت السمعة فما في داعي لأي مجازفات حاول انك تقوم بواجباتك على احسن ما يمكن وقدم افضل المستطاع الفترة هاي شوي بكون فيها بعض القلق والتوتر فعشان هيك ضبط الاعصاب مطلوب برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر صار موجود في البيت التاسع معناته نشاط عالي جدا على مستوى السفر والاتصالات البعيدة الحوار مع الاجانب التنقلات والسفريات والاهتمام بمواضيع فلسفية او دينية يوم مناسب لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان وبعضكم ممكن يبدأ عمل او دراسة جديدة او خطة عمل جديدة ممكن تناقشوا اليوم اي شخص بقوة عندكو ذكاء عالي جدا وبتقدروا تتجرأوا على رفض اي شيء ما بناسبكم اهم شيء انكم ما تخشوا شيء بل ثقوا بانفسكم اكثر هاي فترة مناسبة لخوط تجربة جديدة وامور تتعلق في بعض المسائل اللي الها علاقة بالامور المالية او الامور القديمة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم التركيز كله على الاموال المشتركة فبامكانكو اليوم انك تعيد وتنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة او تعويض او قرد بنكي امور الها علاقة بالميراث مثلا اموال قديمة بممكن انك تحصلها فوتير ممكن انك تسددها او اموال الزوج او الزوجي اهم اشي برضو بخلال هذا اليوم انكم ما تهملوا صحتكم اي عارض بسيط حاول انكم تراجعوا الطبيب بتصبح الاجواء اكثر ايجابية وتجاوبا معكم بتلاقي اعمالك صدى طيب خلال هذا اليوم اهمش انك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون اعذار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء